عندي تفاصيل تانية في المباراة ولكن دايما انتوا عارفين احنا في الترند بنهتم بالتفاصيل السوشيال ميديا انبارح كانت فيه لقطة مهمة جدا انا باعتبارها اللقطة دي هتبقى ترند على السوشيال ميديا دلوقتي ليه؟ ما انبارح كان رئيس الفيفا موجود ورئيس الكاف موجود القوا بكلمة اللي افتتاحه وخلاص ولكن لما ينزلوا بعد المباراة ويروحوا لغرفة خلع الملابس بتاعة النادي الاهلي وجياني انفنتينو بنفسه ومعه أرسن فينجر يروحوا للجهاز الفني ولللعبين قدامكم هذه اللقطة دي خاصة وحصرية على شاشة القناة الاهلي جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا راح بنفسه يهني ويسلم على لعبة الاهلي قابل حسين الشحات قابل كابتن سامي قمصون كان معاك كابتن سامير عدلي وقابل مرسل كولر وميشيل يانكون وبعض من افراد الجهاز الفني طبعا انفنتينو على فكرة عارف الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي خدوا بالكم برضو سويسري ايطالي ميشيل يانكون برضو ايطالي مرسل كولر سويسري فالعلاقة معروفة بشكل كبير جدا ولكن اللقطة المهمة والعنوان ان انا باعتبره للفيديو ده انفنتينو قال الجهاز الفني للاهلي الجملة مهمة جدا كل بطولة بروحة لازم الاقي فيها الاهلي مطش افتتاح السوبر ليج لازم يكون الاهلي هحضر نهاية دورة ابطال افريقي عشان تسليم الكاس الاهلي طرف طرف ايه ده الاهلي هو مصرح المباراة كله مبنى على وجود فرقة نادي القرن اللقطات اللي زي دي على فكرة مهمة جدا ليه دي بتعبر عن مكانتك كنادي عربي وافريقي وليك كلمة وليك سمعة كبيرة جدا في الاتحاد الدولي شوفوا الوقفة مستمرة لمدة تقدي ايه انفنتينو بيتكلم مع الجهاز الفني وبيهنيهم على فكرة يعني من كواليس اللقاء الرجل بيهنيهم على الاداء اللي بيقدموه مع الاهلي وشايف ان خلال اخر سنة سنتين وبيلتقي بيهم عاملين شغل مميز جدا ولما التقى كمان بمارس الكولر قرر الجملة قال له ده تاني نهائي او تاني مباراة او تالت مباراة احضرها ليك مع الاهلي بس انا حضرت قبل كده مباراة للاهلي خلال سنتين تلاتة اللي فاتوا ومش قادر اعبرلك عن كم التقدير والاحترام من الفيفا على اداء هذا الجهاز الفني مع فريق النادي الاهلي الجملة اللي بالنسبة لي رنت في ودني وانا بسمحها مرة واثنين وثلاثة كل بطولة بروحة لازم الاقي فيها الاهلي قضانكم هي على الشاشة ارسين فينجر كمان لما التقى بيه اللاعبين وتصور مع مصطفى شوبير الحارس الصعيد مع ميشيل يانكون يعني كان فيه حرص كبير جدا كمان لأرسين فينجر على اللقاء بمسؤولي النادي الاهلي وبالزملاء والاصدقاء في النادي الاهلي ولكن طبعا لقطة مهمة جدا وكان لازم نتكلم عنها ونبروزها لان دي بالنسبة لي النهاردة هي لقطة ترند دي ترند النهاردة من رحلة تنزانيا في دار السلام فكرة التقاء وحرص انفنتينو ان ينزل لغاية غرفة ملابس النادي الاهلي ويلتقي بالجهاز الفني واللعيبة والجملة اللي دايما بيقررها وعلى فكرة هو ورده قبل كده كان فيه كذا حد كان مسؤول كان دايما في فترات سابقة حتى متسبي من ساعة ما تولى المسؤولية من ساعة ما تولى المسؤولية ما في نهائي لدور الأبطال إلا ما يكون الاهلي مع طرف ما في نهائي لدور الأبطال إلا ما يكون الاهلي مع طرف الاهلي مع الزمالك الاهلي كان ساعتها كانش لسا الانتخابات يتعاملت في الاتحاد الافريقي بس ساعاتها كان متسبي موجود رئيس نادي سانداونز وكان ساعاتها مترشح انتخابات بس كان موجود في السادة القاهرة كان الاهلي والوداد الاهلي كايزاري تشيفز الاهلي والوداد روح بقى كمال لمباراة السوبر الاهلي والرجاية المغربي الاهلي وناضي البركان روح كمال لي كاس العالم للاندية عشان جده انفنتينو واخر اتنين كاس عالم موجود مع الاهلي او اخر 3 كاس عالم بطولة في قطر بطولة في الامارات بطولة في المغرب اخر 3 كاس عالم انفنتينو موجود مع الاهلي لما راح للسوبرليج مضح الافتتاح مع الاهلي فهي دي ما كانت النادي الاهلي بالتأكيد عشان كده بقولكم النهارده انفنتينو لما لتقى بالاهلي قال لهم بمثور الاهلي كل بطولة روحها لازم يلاقي فيها النادي الاهلي ان هو بالتأكيد اكبر نادي وهام نادي بيعبر عن القرى العربية والقارة الافريقية